اشتركوا في القناة صحة وسعادة حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء هذا البرنامج نقدمه لكم ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده تطل به الهيئة لتفتح ساحة تفاعل ما بينها وبين جمهور المتعاملين نطرح في هذا البرنامج مختلف الموضوعات الطبية والحيوية التي تشغل بهل الجميع فاطحب التحيات مني إليكم محدثكم حمود يوسف العلي ومن الأخراج معنا الأستاذ خالد محمد وكل الشكر لطاقة من الإعداد في قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي مثل ما عودناكم دائما في بداية هذا البرنامج نأخذكم في جولة سريعة لأهم الأخبار التي طالعتنا بها الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية خبرنا الأول يقول دورة إقليمية عن استخدامات الطب النووي في التشخيص والعلاج نظمت هيئة صحة بدبي ممثلة بإدارة التعليم الطبي وقسم الطب النووي بمستشفى دبي بالتعاون مع جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية دورة إقليمية حول استخدامات الطب النووي للمواد الصيدلانية المشعة في التشخيص والعلاج وبمشاركة عشرين طبيب وفني وفيزيائي طب من المتخصصين في مجال الطب النووي والأشعة والعلاج بالأشعة من داخل الدولة ومن الدول العربية المشاركة في المشروع العلمي الإقليمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشارك فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الصحة وقالت الدكتورة جميلة السويدي مدير المشاريع العلمية بهيئة الصحة بدبي إن الدورة تهدف إلى تطوير التشخيص والعلاج في تخصص الطب النووي للدول العربية في آسيا وتدريب الأطباء والفنيين والفيزيائيين على المستجدات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض باستخدام تقنيات الطب النووي إذن نحن كانت لنا وقفة أعتقد في حلقات سابقة مع الدكتورة جميلة وتحدثنا بالتفصيل عن مجال الطب النووي واستخداماته في العلاج وأيضا كانت هناك الكثير من الاستفسارات التي ردت عليها الدكتورة بهذا الخصوص وشفنا الإنجازات التي تحققت في هذا المجال من خلال مستشفى دبي خبر آخر يقول الروبوتات الطبية تحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية تقدم الروبوتات الطبية طرائق جديدة في العلاج والوقاية في ظل تزايد متوسط العمر المتوقع للإنسان ليصل اليوم إلى 78 فارز 8 سنة وفقا لتقارير مراكز التحكم والوقاية من الأمراض فهناك تطور سريع لنظام الصحة الإيكولوجي من خلال الانتقال من الرعاية الصحية السريرية إلى الإلكترونيات البيولوجية اللي هي بين قوسين تنشيط ومراقبة الجهاز العصبي ويعد أعظم إنجاز طبي في السنوات المائة الماضية تحديد تسلسل الجينوم الشخصي المادة الوراثية يعني في عملية تشخيص الأمراض وتشكل كل من الروبوتات الصغيرة مع محرك النانو الروبوت المرجعية الأساسية في تحديد الوقت الذي يجب خلال استخدام الآلات البيولوجية لتدمير الخلايا السرطانية في جسم الإنسان المريض ومن المتوقع أن تبدأ تكنولوجيا النانو الطبية استخدام روبوتات النانو من خلال وصلها بجسم المريض لأداء العمل على المستوى المطلوب حيث يتم استخدام الأدوات الرقمية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للمساعدة على مراقبة التفاعلات الداخلية للأدوية على نطاق واسع أيضا في خبر يقول الإكثار من تصوير الأسنان الشعاعي قد يسبب أوراما في الدماغ كشفت دراسة نشرت نتائجها أو نشرت نتائجها في مجالة السرطان الأمريكي أن الأشخاص الذين يقومون بإجراء صور إشعاعية لأسنانهم بانتظام هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأورام في الدماغ وذلك استنادا لبيانات جمعت لألف واربعمائة وثلاثة وثلاثين مريض أمريكي تراوح تعمارهم ما بين عشرين سنة وتسعة وسبعين سنة وتبين أن المرضى الذين أجروا كل سنة صورة إشعاعية لأسنانهم تعرضوا للأشعة السينية وهم أكثر عرضة بمعدل واحد فارز أربعة إلى ثلاث مرات للإصابة بورم سحائي من المرضى الآخرين وفقا لوكالة فرانس بريس وتعتمد نسبة انتشار الورم على سن المريض ونوع الصورة الشعاعية بما أن الأشعة السينية تستعمل بطرق مختلفة والورم السحائي هو ورم يتشكل في الغشاء الذي يغلف الدماغ والنخاع الشوكي وغالبا ما يكون هذا الورم حميد ولا ينمو بسرعة كبيرة لكنه قد يترافق بعجز وبخطر الوفاة في بعض الحالات أوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يزورون طبيب الأسنان اليوم يتعرضون لنسبة شعاعات أقل من قبل لكن هذه الدراسة ينبغي أن تدفع طباء الأسنان والمرضى إلى إعادة النظر في أسباب إجراء هذا النوع من الصور الشعاعية يشار إلى أن جمعية طباء الأسنان الأمريكية توصي بفحص الأسنان كل سنة أو سنتين لدى الأطفال وثمانتعشر شهر أو ثلاث سنوات لدى المراهقين وكل سنتين أو ثلاث لدى البالغين عموماً نحن نوقف مع هذه الفقرة التثقيفية التي يقول لطباء الأسنان أن تسوس الأسنان يصيب ما بين 60% إلى 90% من طلبة المدارس حول العالم وأن 100% من البالغين لديهم تسوس في الأسنان خلونا نتعرف على معلومات أكثر بما أننا نتحدث عن صحة الفم والأسنان من خلال هذه الفقرة التثقيفية ومن أطلع بعدها فاصل على طول ومن ثم نرجع لكم لاستكمال تفاصيل حلقتنا اليوم وعندنا موضوع وايد مهم بعد الفاصل ما نتكلم عنه هو موضوع التدخين بكل الإعلانات إحنا كأطباء أسنان ننصحكم بمعجون أسنان يكون غني بالفلورايد وهذا أمر أساسي لصحة أسنانكم لأنه حول العالم تسوس الأسنان بيصيب 60% إلى 90% من طلاب المدارس وحضر حالك لهالمفاجأة يا سعيد تقريباً 100% من البالغين عندهم تسوس بأسنانهم وصحة الفم ما بتقتصر بس على اهتمام بالأسنان لازم تهتم بلستك كمان لأنه مثل الأعمدة اللي بيقوم عليها أساس البيت والتهاب اللسة بيصيب 90% من البشر يعني هو أكثر الأمراض انتشاراً بالعالم بينما التهاب اللسة الحاد بيصيب 20% من متوسطي العمر لدرجة أنه بعمر 65 سنة في 30% من البشر بيصيروا بدون أسنان وإذا بدك تحافظ على أسنانك يا سعيد لازم تتبع نظام غذائي متوازن وتبعد عن السكريات قدر الإمكان واهتم يومياً بنظافة الفم والأسنان والعملية ما بتأخذ من وقتك غير 5 دقايق ووقف التدخين لأنه بيسبب التهاب اللثة وسلطان الفم وبالنهاية الفم هو مدخل الجسم وأكيد ما حدا بيحب يصير بدون أسنان وعساكم دوم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائماً إذاعة نور دبي التدخين يعد أحد أخطر الأسباب الرئيسية للعجز والوفاء على مستوى العالم خاصة وأن دخان مادة التبغي يحتوي على أكثر من أربعة آلاف مادة كيميائية بينها لا يقل عن 250 مادة سامة وأكثر من خمسين مادة مصرطنة أيضاً بالرغم من أن معظم المدخنين يبغون يتركون هذه العادة أو يريدون الإقلاع عن التدخن ومعظمهم حاول أكثر من مرة وبالرغم توفر الكثير من الأدوية التي تساعد على التخلي عن هذه العادة إلا أن هناك مليار وثلاثمائة مليون إنسان ما زالوا يدخنون حول العالم وفق منظمة الصحة العالمية هنا هيئة الصحة وضمن جهودها المستمرة للتوعية بمخاطر التدخين تبنت العديد من الخطط والبرامج والحملات المستمرة التي تركز على الجانب الوقائي ومساعدة المدخنين للإقلاع عن هذه العادة الضارة حيث دشنت العديد من العيادات المتخصصة في هذا المجال نحن نتكلم الآن عن التدخين بشكل عام شكالة صورة مظارة جهود هيئة الصحة في هذا المجال وأيضا كل الأمور اللي ممكن تناولها في مسألة صعوبة ترك التدخين مع ضيفتنا في السوديو الدكتور حنان علي عبيد استشاري ورئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة والمسؤولة عن عيادات الإقلاع عن التدخين بهيئة الصحة في دبي حياتي الله معانا دكتورة دكتورة يعني قبل لا تخلى أنا ما بغي أتكلم عن مظار التدخين الكل شبع يعني من المعلومات أنه شو هي أضرار التدخين معروفة بالكل الناس وحتى على باكيتات الزجاير والحكومة الممقصرة في موضوع التحذيرات اللي تنحط في كل مكان أنا ما بغي أتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل ولا أبغي أتطرق لحقيقة من خلال هذا الحوار لا حوارنا اليوم أبغي أركز على المراحل اللي يمر بها الشخص في رحلة الإقلاع عن التدخين يا تورا ليش هذه العادة صعبة إلا كانت صعبة أن الواحد يتركها لكن قبل ذلك خلينا نتكلم عن رحلة الإقلاع عن التدخين شو هي مراحلها؟ طبعا المدخن يمر بعدة مراحل الإقلاع عن التدخين المرحلة الأولى يكون فيها المدخن يدرك عن مدار التدخين وعارف عنها لكن غير مقتنع الإقلاع عن التدخين ما عنده الإرادة للإقلاع عن التدخين المرحلة الثانية يكون المدخن يملك الإرادة وهذا أهم نقطة في مراحل الإقلاع عن التدخين أن الإرادة موجودة وهذا هو المحور الأساسي اللي نحن نعتمد عليها في الإقلاع عن التدخين المرحلة الثالثة يكون فيها مرحلة الإعداد يكون هذا المدخن يقوم بإعداد للإقلاع عن التدخين سواء الوحدة أو يقوم بالاستعانة بمراكز الإقلاع عن التدخين ونحن بدورنا نساعده بالتخطيط للإقلاع عن التدخين طبعا قبل ما نخطط للإقلاع عن التدخين نقوم بدراسة وضعه وضعه الصحي وضعه النفسي وضعه العائلي وما نسمى نقوم بتحديد مستوى إدمانه للإقلاع عن التدخين مستوى إدمانه للنيكوتين طبعا مثل ما نعرف أن النيكوتين مادة تؤدي للإدمان هذا بالإضافة إلى تصاحب السلوك معها هذا بالإضافة إلى تحديد نوعية هذا الإدمان سواء إدمان سلوكي إدمان عاطفي أو إدمان على مادة النيكوتين نفسها بعدها المرحلة الرابعة وهي مرحلة التنفيذ يقوم المدخن بتنفيذ هذه الخطة طبعا تنفيذ هذه الخطة يتم عن طريق تحديد التاريخ لتنفيذ هذه الخطة وسواء تنفيذها بشكل التوقف الفجائي أو التوقف التدريجي وشو عوامل الداعمة إلا خلال فترة التنفيذ المرحلة الأخيرة مرحلة الاستمرار على الإقلاع عن التدخين فهي خمس مراحل طيب هذه الخمس مراحل دكتور أنا قبل لأخذ بعد هذه المراحل بالتفصيل خليني أسألكم كم عدد عيادات الإقلاع عن التدخين التي وفرتها الهيئة لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة الضارة طبعا هيئة الصحة بدبي ورعاية الصحية الأولية وفر ثلاث عيادات لإقلاع عن التدخين عيادة الطوار الصحي وعيادة البرشاء الصحي وعيادة البدع طبعا في عهد الطوار الصحي عيادة متوفرة أسبوعيا في الفترة الصباحية والمسائية الفترة الصباحية كل خميس أسبوعيا يعني على مدار اليوم؟ لا مرة في الأسبوع يعني مرة في الأسبوع يوم الخميس الصباحي ويوم الأربعة يكون فترة مسائية من كل أسبوع البرشة كل ثلاثة الفترة الصباحية ومركز البدع الصحي كل أحد الفترة المسائية حتى يكون فيه سهولة الوصول المدخن لهذه الخدمات طيب أنا في نهاية هذا الحوار بعطيهم الأرقام ومنعطيهم كيفية التواصل معكم اللي حاب أن يستفيد من هذه الباقة باقة الإقلاع عن التدخين أيضا قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية عندها هذه الباقة كجزء من الاستراتيجية اللي يسعى لها تجاه هذا المجتمع وذلك من خلال أطباء العائلة اللي متواجدين في الأوقات اللي ذكرتيها الدكتورة الآن شو تشمل باقة الإقلاع عن التدخين طبعا باقة الإقلاع عن التدخين تشمل عدة زيارات للمريض المدخن للعيادة تشمل عبارة عن أربع زيارات هذا بالإضافة للتقييم الشامل للمدخن نحن نعطي استبيان يعبي هذا الاستبيان يحدد مدى إدمانه هل إدمان واطي أو عالي هناك استبيان آخر يعبيه نحدد نوعية الإدمان هذا بالإضافة إلى عمل بعض الفحوصات منها وظائف الرئة حتى نشوف هل التبغ أثر على وظائف الرئة أو لا أول أكسيد الكربون مستواه نشوف بعد نسوي له تخطيط للقلب نشوف هل التدخين أثر على وظائف القلب هناك بعد شوية فحوصات نسويها حتى نشوف الكلا والكبد هل تأثروا أم لا وحتى إذا قررنا في مرحلة الإعداد والتنفيذ أن نحن نبدأ على أدوية نكون نحن مطمئنين أن الحالة الصحية مالتها صحية طبيعية للمدخن هذا بالإضافة لنحن نحدد عوامل المساعدة وعوامل الدعم هل هي موجودة أم لا سواء من الأهل من الأقارب من الأصدقاء شو الدعم النفسي لنحن ممكن أن نوفره في العيادة طبعا الاستشارة تكون فترتها مدة 30 إلى 45 دقيقة تشمل دراسة الوضع بشكل عام تشمل وضع الخطة تشمل هذه الفحوصات وتشمل كذلك نعمل بعد تصوير الرئاء نشوف مدى استيعابها وتشمل بعد توعية كاملة على الخطة ومدار التدخين وكيفية التعامل مع الخطة وإذا استوى أي شيء شو نحن ممكن نسوي هذا بالإضافة نحن نعطي للمدخن مثل كتيب صغير يدوننا كل يوم شو استوى وليش مثلا ندخن في هالفترة وشو السبب تدخينه طبعا الخطة تشمل بعد نواحي كم سجارة نقلل إذا كان على السجاير أو إذا كان لأي نواع الثانية من الشيشة أو المدباق أو غيرها والهدف اللي ممكن يلنى على الزيارة الهيئة شو الأهداف؟ طيب دكتورة أنا بتحدث عن كيفية الاستفادة من هذه العيادات بعد هذا الفاصل أسألت سؤال شوي بعيد عن الموضوع ما أدري بكله علاقة البصل يساعد على ترك التدخين؟ البصل ما عندي شكر طيب خلينا نحن نوقف عند هذه الفقرة اللي خاصة بالتدخيف الصحي ونتحدث فيها عن البصل كمنجم صحي مثل ما يسمونه خصائية تغذية لأنه يؤمن للجسم العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف المضادة للأكسدة وأيضا يخفف أو يساعد على تخفيف الكوليسترول السيئة في الجسم ما نوقف مع هذه الفقرة التدخيفية وما نطلع فاصل وما نرجع نستكمل الحديث حول هذا الموضوع إذا في حد منكم مستمعين كانت له تجربة في الترك عن التدخين يا ليه تشاركنا فيها على الأرقام سواء من خلال رسالة نصية على الرقم 4006 أو على الأرقام 600551414 ما نسمع الفقرة التدخيفية ما نطلع فاصل وما نرجع لكم موضوعنا اليوم يصيح لا تخافين يا سلامة ما في شي خوف رح نرمس اليوم عن البصل البصل غفى وايد كثيرة في كل 100 قرام بصل 40 سعر حرارية فقط وهو يأمن 9% من حاجة الجسم الفيتامين سي وفيتامين بي 6 و4% من الفيتامين بواحد والبصل بعد غني بالألياف ومضادات الأكسدة ووايد معادل مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمانغنيز يعني ما شاء الله على البصل منجم صحي فمو مشكلة لو صحتي شوي وأنتي تفرمينه الدراسات تقول أن البصل يساعد على خفض الكوليسترول السيء بالدم واستهلاك نصف بصلة يومياً يرفع مستوى الكوليسترول الجيد 30% البصل بعد يخفف نزلات البرد والتهابات الحل والأحماضة الأمينية فيه تساعد على تخليص الجسم من السم ما تشوفين شر يا سلامة إذا لسعت نحلة خلي قطعة بصل طازجة على مكان اللسحة يروح الألم تدريجياً والعالم ينتج 75 مليون طن من البصل سنوياً فلا تخافوا من أكل البصل وعساكم دوم صحة وسعادة أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة لهذا اليوم والذين نتمنى أن تكونوا دائماً بصحة وسعادة من خلال هذا البرنامج ومن خلال جميع البرامج التي تقدم في هذه الإذاعة المميزة برنامجنا طبعاً تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا نتحدث حقيقةً عن عيادات الإقلاع عن التدخين وقبل أن أرجح ضيفتنا الدكتورة حنان علي عبيد استشاري ورئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة ومسؤولة عيادات الإقلاع عن التدخين في هيئة الصحة بدبي خلو نقرأ هذه الرسالة التي أيتنا السلام عليكم بس للعلم ما بشر تقرأ رسالتي لا أنا بقراها أنا تركت التدخين من أكثر من ثمان سنوات عن طريق عيادة بالعربي عيادة أنا أقلعت عن التدخين وبعث جميع موظفين شركتنا كلهم تركوا التدخين والحمد لله أكثر من أربعين من أصدقائي تركوا التدخين صراحة طريقة وايد سهلة هذا للعلم وللمصلحة العامة إذن دكتورة يعني النتائج ممكن أنا أعلق على الله أي تفضلي طبعا يعني مبروك للشخص ومبروك كل الناس اللي أقلعوا طبعا الأقلع عن التدخين إذا الشخص المدخن راح لعيادات الأقلع عن التدخين تزيد نسبة وفرص الأقلع عن التدخين عن أنه يحاول يقلع عن التدخين لوحده يعني الدراسات أثبتت أن الشخص المدخن إذا حاول بروحه عبارة عن أربع بالمئة منهم يقلعون ولكن إذا استعانوا بعيادات الأقلع عن التدخين ممكن توصل إلى 22% من المدخنين يقلعون فالتواصل مع هذه العيادة والدخول في هذه البرامج جدا راح تساعد المدخنين طيب أنا يعتني مجموعة كبيرة من المسجدات يسألون عن الأرقام الظاهر في عندكم زباين كثيرين إن شاء الله إن شاء الله الله يحيان الله كلهم طيب أنا بس بقول لهم على الأرقام لأنه وعدتهم أني أنا أقولها اللي يبغي يتواصل مركز الطوار على الرقم 054-22 054-22-100 مركز البرشة الصحي 50-23-300 50-23-300 مركز البدع الصحي 50-8-1000 صح؟ 508-1000 50-23-300 صفر أربعة طبعا كل الأرقام هذي الزين طيب طبعا يتصلون على العيادة ويأخذوا موعد مباشر لازم موعد أنا كنت أبغي أسألتها الحين إذا واحد يبغي يستفيد من هذه الخدمات يروح على طول ولا يتصل لازم يأخذ موعد هو اللي يستحسن أنه يتصل وأخذ موعد بس إذا كان متواجد بالعيادة وحب يدخل نحنا ندخل على طول ممتاز ممتاز أنا رأي والله حتى لو من غير موعد دخلوهم دكتورة لا نحن ندخلهم على طول بس عساس إذا في ناس كانوا حارزين ويايين كلهم أولوية ممتاز إذا الأولوية لللي يتصل ويأخذ مواعيد لهذه العيادات طيب دكتورة أعداد المراجعين لعيادات التدخين خلال 2015 والعداد بشكل عام شو الإحصايات الموجودة عندك؟ طبعا نحن كل سنة يولنا حوالي ثلاثمائة مدخن طبعا نسبة الإقلاع عندنا توصل فوق الخمستاش في المئة وطبعا هاي من المستويات العالمية لأن المستويات العالمية من عشر إلى عشرين في المئة نسبة نجاح للمقلعين طبعا يلنا كل الأعمار والجنسين سواء الرجال والنساء طبعا العمارة عندنا تبدأ من خمستاش سنة لواصلها لين خمس وثمانين سنة من خمستاش سنة؟ من خمستاش سنة هاي هذا إحصايات العام اللي قبله من عشر سنوات لا من عشر سنوات؟ من عشر سنوات هاي في حالات كثيرة يكون فيها طلبة نحن طبعا نستقبل كل الحالات وطبعا مثل ما أولت هيئة الصحة بدباي ورعاية الصحية الأولية تعمل حملات كثيرة في المجتمع سواء في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية وشي فنحن من خلال هاي الحملات نستقطب المدخنين للعيادات فالأشياء مرتبطة بعضها البعض دكتورة يعني خلنا نكون شوية صريحين بالنسبة للمراهقين والأطفال اللي يدخنون يعني من عشر سنوات ولا خمستاشر سنة هذه أرقام يعني تخوف الواحد هني أنتوا كيف تتعاملوا مع هذه المراهقين إذا يوم من غير أولياء أمورهم هل في عندكم برامج أو أشياء معينة تتوجهون لهذه المراهقين؟ يعني أنا أحط نفسي في مكان هذا الطفل ما بسميه طفل ما بسميه مراهق لأن طفل عشر سنوات يدخن هذا طفل طبعا كأحصايات عالمية من 13 إلى 15 سنة هاي النسبة عالية فيها تكون يعني يجربون للتدخين يعني أول شيء حب التجربة ثاني شيء من نسبة لهذا العمار تقليد يكون وصل مرحلة الإدمان في هذا العمر؟ لا هم يجربون بس في بعض الطلبة يكونوا واصلين لمرحلة الإدمان خاصة إذا كان مع أصدقاءهم أو مثلا الأب في البيت يدخن طبعا نحن نركز عليهم بالبرامج التوعوية الموجودة في المدارس بس إذا يوم العيادة طبعا لازم يكون موجود ولي الأمر معه في العيادة جميل طيب شو أعراض الانسحاب عن التدخين؟ طبعا أعراض الانسحاب عن التدخين كثيرة وتفرق من شخص للشخص منها الصداع منها التوتر منها عدم القدرة عن النوم منها الانفعال هالأعراض تكون مصاحبة لنزول نسبة النكوتين في الدم؟ طبعا ما تستمر فترة طويلة تستمر خلال الأسبوعين أول أسبوعين من الإقلاع عن التدخين سواء أول أسبوعين من الإقلاع المفاجئ أو حتى التدريجي بعدها تختفي الآن خلنا ناخد تفاصيل الإقلاع المفاجئ والتدريجي شو الفرق بينهم وشو اللي يستوي وشو الفايدة شو الأفيد؟ طبعا في دراسات كثيرة عن طرق الإقلاع عن التدخين طبعا الدراسات الأخيرة تثبت أن الطريقتين ممكن تكون مفيدة للشخص التدريجي أن نحن نحدد موعد مثلا بعد أسبوعين قبل هالأسبوعين من التاريخ الإقلاع نقلل يوميا عدد السجاير على سبيل المثال إذا الشخص ياخد سجاير نقلل يوميا مثلا صلبين ثلاثة وهكذا لما نوصل للتاريخ ونوقف نهائي لكن المفاجئ التاريخ اللي نحن نحدده أن نحن نقلع عن التدخين هو نفس التاريخ هذا يكون خلاص مقلع نهائي يعني ولا صلب ولا شيء وبعدها طبعا يكون مراحل الانسحاب نتعامل معها طبعا طبعا إذا كان مدمن عالي أو متوسط لازم يكون بعد مصاحبة أدوية تساعده أن يخفف من هذه الأعراض سواء لسقات النكوتين أو حبوب الحبوب اللي تساعد أن يخفف من هذه الأعراض طيب دكتورة يعني يقولون أن الطريقة المفضلة من طرق الإقلاع عن التدخين يكون بالتوقف نهائيا عن التدخين لأن الجسم يتخلص تماما من النكوتين خلال 48 ساعة وتبدأ أعراض الانسحاب في الظهور بعد 72 ساعة الأولى من التوقف شو اللي يصير طبعا هاي الدراسة نشرت في مجلة الطب الباطني هذا الشهر عن التوقف المفاجأ وأنه هذا أفضل من التدريجي طبعا بنسبة 22% التدريجي نسبته 15.5% فالنظرية هي مش بس أن الأعراض نظرية أن التدريجي خلال فترة الأسبوعينها لما نوصل للتاريخ أحيانا بعض المدخنين يغيرون رأيهم ما يقدر ما يقدر وغيرون رأيهم مع أن الفائدة تطلع خلال 48 ساعة وتسبعين الساعة الأولى من التوقف يعني الأعراض كلها تطلع خلال هذه السبوعين بس يتم تفكرة أن الاستمرار في الإقلاع وللأبد يعني ليش لأن في الإدمان النفسي هذا الواحد يتخلص منه تدريجيا طبعا لأن الإدمان السلوكي السلوكي مرتبط يعني مثلا مرتبط السجارة مع قهوة أو مرتبط أنه يكون في السيارة أو مرتبط بطريق معين فالسلوكي هاي نحن شو نسوي في المركز الإقلاع عن تدخين نكسر هذا الروتين نعلم طرق أنه كيف يكسر هذا الروتين طبعا إذا صار نكسر هذا الروتين أنه يغير روتين حياة اليومي فهذا الشي يغير السلوك الارتباط النفسي خاصا يكون مع السيدات ويكون تكون السيدة مرتبطة نفسيا مع التدخين هذا يكون السيدات عندنا أصعب شوي في معالجتهم من الرجال الحريم دائما الصعب شوي أصعب لأنه يكون في عامل نفسي في الموضوع وارتباط نفسي مع التدخين عاطفي يكون نحن طبعا نسبة المدخنين رجال عندنا 95% و 5% نسبة النساء صح أقل بس بوجود أنت المجال مفتوح للمواطنين وغير المواطنين؟ طبعا أكيد طبعا المواطنين باستخدام بطاقة صحية أو مثلا بطاقة عناية أو سعادة لغير المواطنين نفس الشي إذا عندهم عناية عناية عامل رسوم أو شي دكتورة؟ بس العشريف هو رسوم التأمين طبعا إذا ما كان عندنا لا بطاقة صحية ولا تأمين وغير مواطن في عندنا الباقة لها سعر معين يدفع للباقة ويأخذ كل الخدمات والله دكتورة يعني سووا بلاش بعد طيب دكتورة في مضاعفات للإقلاع عن التدخين؟ مش مضاعفات للإقلاع عن التدخين يعني فوائد هي فوائدها أكثر المضاعفات هي عبارة عن العراض الانسحاب عن التدخين الشيء الثاني ممكن زيادة الوزن زيادة الوزن طبعا زيادة مش كبيرة هي مجرد من 4 إلى 5 كيلو جرامات طبعا أساسي نحن في البرنامج اللي نعطيه للمدخينين نحرص أنه يكون معه برنامج رياضي وبرنامج غذائي يكون معه حتى يكون ينظم وجبات الغذائية الصحية ويعمل رياضه حتى ما يزيد هاي الوزن بسبة نقص النيكوتين طيب الحين في شغلة بدأت تنتشر لهي السجارة الإلكترونية هذه دكتورة هل ممكن الواحد يستعيد بها عن السجارة العادية؟ طبعا كل الدراسات بعدها يعني ما تنصح أن نستخدم السجارة الإلكترونية أولا نسبة النيكوتين فيها غير معروف تماما ثانيا فيه هناك مواد داخل السجارة الإلكترونية ممكن تؤدي للسراطان الشيء الثاني الثالث اللي هو العادة نفسه السلوك نفسه ما تخلصت منه فشو الفايدة يعني من السجارة الإلكترونية؟ السجارة الإلكترونية تعد واحدة من منتجات الطبغ فهذه السجارة فهي من منتجات الطبغ فإلى الحين لم يثبت علميا هل هي تساعد الإقلاع عن تدخين أو لا فنحن من صراحة لا ننصح فيها طيب دكتورة خلاصة الحديث الحين شو ممكن نحن نلخص الكلام اللي قلناه؟ طبعا خلاصة الحديث لأنه إدمان على الطبغ يعني هو صعب للمدخنين لكن هذا الشيء غير مستحيل طبعا المدخن يمر بمراحل مثل ما قلنا لمرحلة عدم الاقتناع بعدين الاقتناع بعدين التخطيط وبعدين التنفيذ وبعدين الاستمرار عليه طبعا بعض المدخنين في فترة من فترات يرجعون مرتين يدخنون فنحن نبدأ من يديد البرنامج نبدأ من سايكل من يديد فالدراسات أثبتت أن المدخن ممكن ثلاث لأربع مرات يدخل في هذا السايكل فهذا الشيء طبيعي للمدخنين فإذا المدخن أقلع ورد مرة ثالثة للتدخين فهذا الشيء مو بغلط وما يحس بالاكتئاب أو ما يحس بالنجاح بالعكس فرصة النجاح موجودة بس يحاول يتم يحاول ويحاول الدعم النفسي والدعم العائلة جدا مهم دعم الأصدقاء يعني لازم يكلمهم لازم يقولهم ادعموني في هالفترة جدا مهم العزيمة 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 هذا أهم شيء في الموضوع كله طيب دكتورة يعني كيف أنا أقدر كشخص أنمي الحافز الشخصي عندي للإقلاع عن التدخين هذا السؤال جدا مهم لأن المدخن لازم يربط هالشيء بحياته طبعا حياة كل مدخن مختلف عشان شي نحن البرامج كل شخص عن شخص يختلف عن الثاني فهو لازم فترة طويلة فكل شخص لازم يربطه بحياته سواء حياته العائلية أن التدخين ممكن يأثر على حياته إذا عنده أطفال إذا متزوج إذا عنده يعني حد يدخن يتأثر بهذا التدخين هذا الشيء الثاني يربطه في عمله مثلا طبعا التدخين خلال فترة عمله ممكن يطلع كم من مرة من العمل حتى يدخن يدخن أماكن يعني أحيانا يكون خارج المبنى فهذا الشيء ممكن يأثر عليه نفسيا الشيء الثالثة ممكن يأثر على صحته يعني يربطه بصحته يربطه على كفاءته يربطه على كفاءة حركته أحيانا ما يكون غير قادر على أنه يعمل رياضة حتى أحيانا السلالة ما يقدر يطلعها لهذه الدرجة يربطها مثلا بالحالة الاقتصادية اللي هو فيها يعني هاي بعد احسبها أنت في السنة إذا كم باكيت في اليوم اضربها مثلا في سعر الباكيت لعدد الأيام أحيانا يطلع فوق 200 ألف درهم تخيل في السنة مرة نحن حسبناه لواحد من المرضى طلب 200 ألف درهم ها ممكن تشتري فيها سيارة يعني شوف لأي درجة تربطها بالعوامل المحيطة فيك كشخص هذا الشيء يساعد أن الشخص ينمي قدراته ورغبته أن يقلع عن التدخين دكتورة يعني أحيانا الواحد من بين الأشياء اللي أنا ممكن أقولها أن الواحد ما يتردد في أن يدفع بيزات على الأحساس يترك التدخين مو يدفع بيزات في التدخين في التدخين هاي مزيد؟ فهذا الأفضل استثمارة ممكن تستثمارة في حالك طبعا أكيد يعني نحن حتى نقوله المدخنين عمل مثل حصالة كل فترة اللي أنت ما دخنت فيها الفلوس هذا حطه في الحصالة أشتري فيها شيء يذكرك أنك يعني يذكر شيء حلو يذكرك أنك أنت أنجاز شيء لأن الأقلاء عن تدخين عبارة عن نجاز كبير في الحياة مو بشيء سهل وشيء صعب بس غير يعني مش مستحيل مو مستحيل بس دكتورة يعني هل تعتقدين أن هني برجع للكلام التي ذكرتي قبل أن أوكي مو مستحيل أن أترك التدخين لكن أيضا كيف أخلي مستحيل أني أنا أرجع للتدخين أيوة هذا السؤال جدا مهم لأن نحن نتابع المرضى المدخنين يوم يقلعون نتابعهم مدة ثلاثة شهور ستة شهور سنة أحيانا سنتين نتابعهم ليش لأن الفترة المتابعة هاي صح أنه مش مدخن بس هي عندنا يتكلم معانا يقعد لأنه في فترات تتمر عليه تكون في مثل رغبة أنه يدخن هاي الرغبة نعلمه نعلمه أساليب كيف يتغلب على هالرغبة لأن هاي الرغبة عبارة عن ثواني إذا التعامل معه خلال هالثواني شغل نفسه بأي شيء بالموبايل بالكمبيوتر بأي شيء تروح الرغبة فإذا راحت الرغبة ما رح يأخذ ما رح يدخن في هذه اللحظة فنعلمه على هالأساليب الشيء الثاني الدعم العائلي جدا مهم دعم عائلته أسرته دعم أصدقاءه جدا مهم فهاي الفترة الحرجة اللي هي أول ستة شهور بعدها الفترة المفروض أنه يستمر يستمر بوجود الدعم سواء من مراكز الإقلاع عن التدخين أو الدعم من خلال العائلة جميل دكتورة يعني في من بين الأشياء اللي الواحد ممكن يذكرها في هذا المجال شو اللي يستوي في الجسم بعد ساعتين من دون سيغارة يبدأ النكوتين يغادر أجهزة جسمك هل هذا كلام سليم؟ هو أصلا بعد ثمان ساعات أول أكسيد الكربون بعد ثانعشر ساعة يقولون أول أكسيد الكربون ينتبه ثمان ساعات هي ثمان ساعات يعني حتى نحن إذا حاولنا نقيسه في العيادة يكون على المستويات الطبيعية سبحان الله حتى الواحد وهو صايم دكتورة لما يرجع يدخن حسينة توا داخله في الأثار هذه ممكن الصيام جدا مهم لأن نحن جايين لشهر رمضان المبارك طبعا يونى زوار كثير قبل شهر رمضان حتى نساعدهم من إقلاع عن التدخين لأن شهر رمضان فترة طويلة ومفروض يصموا فيها فنحن ننصحهم أنه يعني يشجعون أنهم يقلعون عن التدخين ويستغلون شهر رمضان للتخلص من آثار التدخين برجع على موضوع شهر رمضان وبقولت شو العادات اللي يساولون في رمضان لكن خلينا ناخذ هذه المداخلة من أخوي حسين ألو سلام عليكم يا هلا أخوي حسين يا هلا يا سيدي في الحقيقة أنا كنت مدخن خمسة عشرين سنة مدخن ما شاء الله عليك والآن إلي عشرين سنة ترك التدخين يا سلام عليك والله العظيم الله مع شهيد على ما أقول صاعد عشرين سنة ترك التدخين نعم بس التدخين تركت بطريقة أن اقتبستها يعني ما حد اقتبستها ولا حد خبر معيها أحسين خبرني فيها باختصار لأن عندي تقريبة ثلاث دقائق كنت موظف في إحدى الدوائر وأخذت إجارة سنوية ثلاث شهر خلال ثلاث شهر كنت موقف التدخين في واسطة النوم صلاة وعباده ونوم أدخن أول يوم مثلا عشر شقائر ثاني يوم مثلا سبع شقائر وهكذا إلى أن بعد ثلاث شهر كنت أنا منتهي من التدخين ومقلع عن التدخين والآن إلي عشرين سنة ترك التدخين وشكرا شكرا جزيلا لك يا حسين وإن شاء الله نتمنى لك الصحة والعافية شو رأيت في طريقة حسين دكتورة؟ في بعض المرضى هم شخصيا يعني يقترحون الطريقة فنحن صراحة أحيانا نتبع الطرق مالتهم حسب الشخص ومثلا جاءنا مريض واحد قالنا خلال أسبوع أنا عزلت نفسي ما شفت حاد وما شقعت وحاولت أني يعني أبتعد عن كل شيء وبس خلص من عراض الانسحاب وانتهى الموضوع يستوي بعد عراض الانسحاب في أسبوع دكتورة؟ أسبوع أسبوعين أسبوع أسبوعين وبعدين خلاص خلاص بعدها بعدها بس العادات النفسية العادات النفسية والرغبات اللي هي مثل الرغبة دزاير هي عطاري رمضان دكتورة تحصلين يعني قبل أن يأذن قبل أن يأذن المدخن يسحب سقارة وراء الثانية وراء الثالثة تقولين يعني قاعد يخزن نكوتين في جسمه قبل الصيام يعني قبل أن يأذن الفير هالشي طبعا خطير لأنه جرعات كبيرة في فترة قصيرة فنحن صراحة ننصحهم أنهم يقلعون عن التدخين قبل ما يبدأ رمضان حتى في رمضان ما يتعبون الزي في حد سؤال يقول أنا تركت التدخين لكن بعدها الكحة عندي طبعا معظمهم يستوي لهم هالشي ليش حتى اللي هي الحويصلات مالت الرئة أو شي تتحسن أصلاً فتطرد البلغم تطرد المواد السامة من الجسم هذا يستمر فترة معينة نحن نعطيها علاجات أنها تطرد هذه البلغم تطرد هذه الكحة وبعدها خلاص تتحسن الوضع طيب دكتورة هنان علي عبيد استشاري ورئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة ومسؤولة عيادات الإقلاع عن التدخين في هذه الصحبة دبيل نحن شاكرين لتشاهد التواجد ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله إن شاء الله مستمعين أنا أذكركم بس بأرقام العيادات مركز الطوار صفر أربعة خمسين اثنين وعشرين أمية مركز البرشة الصحي صفر أربعة خمسين اثنين ثلاثة ثلاثة صفر ومركز البدع الصحي خمسين ثمانية واحد صفر 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 هذه الأرقام كلها يبتدن بصفر أربعة اللي يبغي يستفيد من باقات الإقلاع عن التدخين اسمح لي بس أقرأ هذا المسيج قبل لا أختم أرجو وضع مقات عندما داخل مستشفى راشد لاحظت أن الكثير من المرضى يقضون وقتا طويلا في انتظار أحد عائلته وهذا شاخ خاص للمريض خاصة للمريض أو لكبار السن اقترحت هذا سابقا أكثر من مرة من خلال البث المباشر ولم ينفذ اقتراحي فرفقا بالمرضى بعبد الله أنا اقتراحك بحوله للمعنيين وفق الإجراءات الموجودة عندنا وتأكد إن شاء الله سوف يتم أجراء اللازم من خلال هذه الملاحظة بس بعطيهم تيلفونك على أساس التصلون فيك ويأخذون التفاصيل أكثر على هذا الموضوع هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم نتمنى أن تكون حلقة خفيفة وجميلة عليكم وستمعين وحتى أن نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة وكل الشكر لمخرجنا خادم حمد والشكر لفريق الإعداد عندنا في قسم الإعلام وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة